اشتركوا في القناة كان صالح وكويس ومبري لإخواته والأهله وراجل محترم يعني الحمد لله ما شفناش منه حاجة بحشة وكان بري بي أكتر متوفق في دراسته وكان صالح يعني بيصلي ويصوم وكان راجل طيب محترم إنسان كل الناس بتحبه تم اعتقاله ده كان يوم الأحد 27 عشرة في المستشفى نفسها بداخل المستشفى كان هو قبلها بدأ يعني يروح المستشفى وكده فواحد من ضمن العاملين في المستشفى بلغ عنه أو اتصل حتى يقال من بعض الناس اللي هو كان كل شوية يقولهم أنا كمان ربع ساعة أو نص ساعة هيكون هسمع خبر حلوة قوي فاتضح اللي هذا الرجل اتصل على الناس دي وجم أخدوه من مكتب المدير حوالي ساعة 9 ونص أو ساعة 10 الصبح كان قاعد معاه بعض الدكاترة لدرجة اللي هما لما دخلوا عليه دخلوا عليه بزي مدني ما كانش اللي يشوفهم هو طبيعي عربيات الشرطة بتبع على طول في المستشفى الحوادث معينة بتاع فما كانش محد متخيل هما كانوا جايين ياخدوا الدكتور وليد فلما دخلوا عليه قام بكل يعني سبحان الله بكل يعني فخر وتحس اللي هو يعني مش خايف من حاجة مبسوء يعني يعني خلاص مش فرق معاه يعني مش فرق معاه ما فيش مشكلة قد موبايله وعربيات المفاتيح بتاعته لدكتور صاحبه وقال له اللي هو يتصل علينا حد يجي ياخد الحاجات دي ومشى معاهم بكل يعني بكل سلمية لا 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 مثلا جائر أو قاوم لا مشى على طول سبحان الله حتى الناس في المستشفى بيكلموا بعض بيكلموا نفسهم من ازاي يجوا ياخدوه واحنا قاعدين في المستشفى كده مش قادرين نعمل حاجة لدرجة ان هم أو بيقاومه أو بيعملوا عنف أو كذا موقع قاومه دفع عن نفسه وما أخدهوش لا هو مشى معاهم بكل سلمية اليوم ده سبحان الله أنا الصبح بقوله ما تنزلش المستشفى يعني قدرا كده يعني بقوله ما تنزلش المستشفى النهاردة فقال لي لا مش هينفع احنا لازم نشوف أشغالنا ونشوف أعمالنا واللي علينا نعمله للبلد حتى لو ايه باللزي حتى لو المخلفين معنا في الرأي أو مخلفين معنا في أي حاجة يقول لي لا احنا لازم ننزل ونشوف أشغالنا لأن دي رسالة احنا بنقديها مش رسالة مثلا اللي أنا بروح أشتغل واخد أجر أو كذا لا هي رسالة دعوية قبل ما تكون يعني رسالة حاجة مادية أو عائد مادة عليه لأنه لو بيدور على المادة ما كانش هيروح أصلا المستشفى خالص دكتور وليد إذا كنا هنتحدث عنه في الدقائق البسيطة دي نقدر نقول إن هو رجل المواقف الصعبة ورجل المواقف الدعوية المتميزة له شخصية نادرة في المجتمع المصري من الشخصيات الوطنية التي تفخر مدينة بلطيم بتوجدها مبين أبنائها هذه الشخصية أدت كثير في المواقف الدعوية والمواقف الوطنية على مدار عشرين سنة اللي فاتوا كثير من المواقف الجميلة اللي بينبع منها مواقف الإحسان ومواقف المرؤة ومواقف العطاء لخدمة المجتمع دكتور وليد خشبة يمكن في أوقات محدودة مسك وكيل مستشفى بلطيم المركزي عمل في هذه المستشفى طفارات من النظافة والعناية بالمرضى وكثير من الأعمال الخدمية اللي حس بها المواطن المحتاج لهذه الخدمات دكتور وليد له كثير من العلاقات الإنسانية الوطيضة اللي بتربطه بالمجتمع خاصة مع هنقول محدودي الدخل اللي لا يستطيع أنه يشتري الدواء دلوقتي نقدر نقول أنه له علامة مميازة مع هذه المجتمعات أو مع الأسر الفقيرة إلا ما كانش حد بيحس بيها في الأوقات اللي هو كان دائما الإنفاق عليها سواء إذا كانوا أيتام أو أرامل أو محتاجين للدواء أو محتاجين للعلاج بل إنه كان كثيرا اللي بيجي حتى في العيادة الخاصة يتعالج على نفقته الخاصة وربما في كثير من الأحيان بيقوم بشراء العلاج الخاص بهم دكتور وليد خشبة نوعية فريدة في المجتمع مش هنقول أن هي تستعصي إنتاج كثير من الإخوان المسلمين هو فرد من الأفراد الذين تفخر بهم جماعة الإخوان خاصة في مثل هذه المحن حقيقة الدكتور وليد بمثابة أخ أصغر لنا لكنه كبير في المقام وكبير في العطاء الدعوي وكبير في العطاء الاجتماعي المتميز ونحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه وعن كل المكروبين وعن إخواننا المأسورين بداية من الرئيس محمد مرشي إلى فضيلة المرشد إلى كل عضو من أعضاء الإخوان المسلمين صغيرا وكبيرا وكل الذين لا ينتمون أيضا إلى الإخوان بل أن نتمنى الإفراج عنهم عاجلا وغير آجل ونتمنى أن هذه الصورة من الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين حتى الذين يخالفون في الرأي لا نريد أن يكون هناك كابتل الحريات لا نريد أن يكون هناك كابتل الأراء نريد أن يعلن الجميع عن رأيه كلنا مصريين تحت هذه المظلة نجتمع المصريين جميعا يجتمعوا تحت هذه المظلة نريد من القضاء المصري أنه يكون قضاء منصف غير جائر نريد تطبيق القانون على الجميع الجميع يتساوى تحت هذه المظلة مظلة القانون نريد قاضي عادل يحكم في كل القضايا على مستوى واحد دون تمييز لأخ من الإخوان أو لستة إبريل أو لغيره من الحركات الثورية نريد أن يكون تطبيق القانون على وطيرة واحدة كان يتكلم علاقته جيدة جدا بطأم التمريد بطأم الدكاترة بالعملين والعملات علاقته طيبة جدا جدا بهم لدرجة أنهم يتصلون عليه جدا والكل يتصل ويجي ويسأل عليهم هم متأثرين به جدا 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 قعد مسك فترة معينة وكيل المستشفى كان لها أثر جميل الناس كل حس اللي في حد مراعي مصالحهم العمال والدكاترة والناس نفسها المرضى بيحسوا اللي في حد بيسمعهم في أي وقت في أي توقيت كانوا بيتصلوا ينزل على طول جاري في أي وقت كانوا يجلوا تلفونات الساعة اثنين والساعة ثلاثة بالليل وقلوا هتنزل في الوقت يقول لي لا لازم نراعي الناس ونشوف مشاكلهم ونشوف هم عاوزين يعني إحنا لازم نشوفهم والرعيهم يعني أكتر من نفسنا وأكتر من أولاد ويمكن كان المستشفى والمسؤولية اللي عليه كانت ممكن تجي كمان على أولاد ويقول لك لا إحنا لازم نشوف مصلحة الناس دي ولذلك هم فعلا زعلين عليه جدا الشخص اللي هو بلغ عنه ده مكره جدا في المستشفى حدش بيحبه خالص يعني كل ما تجي تسلم حد عنه وقول لك لا كذا تبيه كذا ما ينفعش هو أصلا أعج كده بالدراع يعني في المستشفى يعني كل الناس زعلنا منه كل الناس متضيئة منه نهرمحت وكل زوجت اتصلت علي وقالت لي والدي اتخذ من المستشفى يا ماما فانت زعلت ونهرت نهره وتعبت ومرات أخي كانت قاعدة معايا بقت توسيني وما يحتقلوا اليوم ما عملش حاجة وحشة ما عملش حاجة وحشة وما بيعملش حاجة وحشة أصلا هو بيصلي ويصوم وعارف ربنا ومتق الله في أهله ومتق الله في أخواته ومتق الله في بيته ومتق الله فيه ما عملش حاجة وحشة عشان يحتقلوا ويقولوا هنا مرة واثنين ما عملش حاجة فهو الحمد لله يعني رجل صالح وكويس مع أهله وكويس مع الناس كله من بيته لعيادته لجمعه لمصالحه مفيش حاجة يعني عشان خطر يحتقلوه نفسه ألاقي السبب مش لاقي مش لاقي السبب ان هم يحتقلوه هم قبل كده كانوا فعلا نجلنا البيت وكانوا يعني جايين كده في حملة حملة كاملة لدرجة اللي فيه ناس كانت ملسمة فيهم عشان يدوروا عليه وقدروا سبحان الله كان يومها ما كانش بيت في البيت والحمد لله جموا ومشيوا من غير ما يغدوه لأنه كان أصلا أيامها الواحد كان خايف عليه جدا لأنه كان اتعرض من البلطاجية للضرب لدرجة اللي هم قصروا له قديل اتنين في داخل المستشفى لدرجة اللي هم قصروا له قديل اتنين فكان الواحد الآن عليه اللي هو يتاخد أو الأمن ياخده ما يقدرش اللي هو هتبقى قليل الحركة فكان الواحد الآن عليه جدا فالحمد لله يومها جم ومشيوا ما أخدوهوش بس هو موضوع المستشفى ده جاء فعلا عن طريق الشخص اللي أنا بقولكو عليه اللي هو اتصل عليهم وجم خدوه يوميها مشي من المستشفى على طول على مركز بلطيم وما قاعدوش كتير في مركز بلطيم روح على طول على الترحيلات في كفر الشيخ قاعد فترة حوالي 18 يوم هناك في الترحيلات كنا بنروح نزوره يعتبر روحت له تاني يوم ما اتاخد على طول حتى كان فيه معاناة جمدة جدا وقالوا انتو مش هتدخل ومش هتشوفوه ومش كزا ومش كزا وينفعش عشان كان عنده عرض نيابة احنا أصرينا وكلمنا وكلمناهم حاولنا ندخل ونتطمن عليه وندخله حاجته وفضل الله الحاجات دي دخلت بس ملمدة ممكن تكون 5 دقايق 10 دقايق بس كنا متطمنين كنا بنشوفو كده يعني لا سلك ولا حاجة بيسلم على الولاد بيحضنهم يعني كان فيه فرق بعدها بعد 18 يوم لقيت المحامي بيتصل علي وقال لي خلاص الدكتور وليد اترحل سجن طنطة الواحد كان قلان فعلا اللي هو يروح السجن ده عشان الكلام اللي كان بيتقال عليه وكان فيه معاناة وكان كذا وكان كذا ولكن قلنا هو خلاص هو مع ربنا وربنا قادر ان شاء الله اللي هو يطلعوا من المحنة اللي هو فيها دي وبإذن الله يعني حتى يعني انسى جنوني فسجني خلوة ما بين ربي مثل ما قال الإمام من تيميه فهو فعلا هو كان بالنسبة لهم خلوة ما بين الله عز وجل من صيام حتى أنا اول زيارة اروح له بعد 11 يوم طنطة كان طبعا ما كناش شفناه يعني اعتبر 11 دمة يوم لكنهم 11 سنة يعني ما شفناهوش حتى بقوله انت عامل اي يوميها ام اي اللي بفضل الله عز وجل اربع ختمات للقرآن مرة ختمة حفظ يعني مراجعة الحفظ نفسه بفضل الله عز وجل من صلاة لقيام لذكر اللي تعبد لله عز وجل احنا هنا مع ربنا احنا هنا كويسين حتى لو هم مفكرين للسجن ده تعبنا فاحنا معلق مع ربنا عز وجل يعني سبحان الله بتحس اللي هم حتى لو انت رايح متداق او بيك حاجة او كذا او كذا لا بتحس اللي هو اللي بيديك الطاقة عشان تقدر تواصل المسيرة برا يعني تواصل حياتك تواصل حتى لو ايه باللزي لا هو اللي بيديك الطاقة عشان يسبتك وربنا ان شاء الله يسبتهم كده ويصبرهم ويرزقهم كده يا رب كده الصبر من عنده ان شاء الله وبرضو احنا عارفين اللي احنا نهاية الصبر ان شاء الله بشرة من الله عز وجل وبشرة الصابرين احنا فعلا عارفين ووثقين لنصر ربنا قريب رد المجتمع على اعتقال الدكتور وليد كانت بمثابة ضربة قاضية لهؤلاء الذين كانوا يعني يتحسسون منه الخير في نهاية كل شهر او في بداية كل شهر كانوا يتحسسون منه الخير في كل محنهم وكل ابتلاءاتهم هذا الرجل ما كان قليلا انه يعني ينام في بيته خاصة في خلال السنة الماضية من حكم الدكتور مرسي في خلال العمل من خلال توزيع الأنابيب وتوزيع الخبز وعلى قدره ومكانته العلمية ومقدرته مهنته مقدرته الاجتماعية الا انه كان يتواضع كثيرا في مثل هذه الاعمال التي تقدم خدمات جليلة للمجتمع فهو بفضل الله عز وجل ما كان يمتنع عن اهل بلطيم او خارج بلطيم وهذا الرجل يعني كان له دور بارز في المصالحة ربما يعني كان هناك مشكلة كبيرة جدا ما بين بلطيم وسقى الثلاثاء هذا الرجل بعد الله تبارك تعالى كان له يد الطولة في الصلح بين هذين البلدين نقول ذلك في هذا التوقيت بالذات لانه رماما كان دائما يعني يريد ان يكون الرجل الخفي التقي ما كان يقول ذلك ولكن هذا الرجل حقيقة كان يقوم بمثل هذه الاعمال الجميلة التي تنم عن وطنية هذا الرجل بدون التعاصل بلطيم وغيره ولكنه كان يقف موقف الحق في كل الوقات انا طبعا ما كنتش مستقعة ان بابا يتاخد فجأة كده انا اول حاجة كنت راحت مدرسة ورجعة خالد اخوي قابلني قال لي بابا اتاخد ما كنتش مزدقة رحت قلت الماما قالت لي الكلام ده مظبوط فزعلت بس بعدين افتخرت لان بابا ما عملش حاجة ولا عمل اي حاجة وانا افتخرت وهو لما روح له الزيارة بيقول لي كويس ولما انا كنت بتعمل حاجة غلط كان بياخدني بالسياسة يزعل شوية بعدين صالحني يعني هو ايه يعني بيتعامل معانا كويس جدا وانه وكان مع الناس كلها حلو ما كانش بيعمل حاجة بابا كان راجل صالح بس انا مش عارفة زيارة بتبقى ساعة حلوة وساعة كويسة يعني شوية كده وشوية كده فيها ناس طيبة وناس شديدة شوية والحمد لله وانت سهلة شوية الحمد لله وبنخش اللي كويس والحمد لله ما بيشتكش من حاجة الحمد لله كويس بقولي اطميني علي وانا كويس والحمد لله احنا هنا مية مية وكويسين ما حدش بيعمل فينا حاجة ما فيش حاجة هم ساعات يبقوا كويسين ويانا برا وقبل ما ندخل واحد يقول ان اللي مش هيقف كويس هما احنا شندخله اتنين بس اللي يدخلوا التالت ما يدخلش ممكن بقى اي واحد ابن حلال دخل معنا واحد واحد طيب يبقى كويس ويانا يقول طولوا بالكم يعني افهم وفيهم احنا بنروح له في الزيارة طبعا احنا بنروح من طبعا بنصحة من الفجر نجهز نفسنا ما عرفش ايه الاحجات اللي هي بتروح له من الفجر نبدأ نتحرك هنا من البلد حوالي الساعة سبعة الصبح بنوصل هناك تسعة عشرة بنروح نوصل نسجل الزيارة بحيث اللي هو يكتبوا اسماءنا في اسماء الناس اللي هيزوروا ممكن نروح تكون الامور متيسرة وساعة ما تروح تسجل على طول واحيانا ننتظر اكتر من ساعتين عبل تسجيل الزيارة ويبقى عليها يعني ايه يدخل الموظف اللي بيسجل ويرجع لنا بعد ساعتين ويقول لنا لأ شوية كده لا ما عرفش يعني انك رايح جاي رايح جاي عبل ما تسجل الزيارة بعدها طبعا بيدرج الكشفات حسب دي لها طريقة معينة عندهم على حسب مثلا العنبر على حسب الحجرات يعني على حسب ما هم بيعملوها ممكن احيانا نكون في اول كاشف او في تاني كاشف او احيانا بنكون في الاخر طبعا بنقف لغاية نقال ينادوا الاسماء احيان يقول لك اللي هيسمع اسمه ومش هيجي دلوقتي ومعرفش ايه مش هيدخل مش هيعمل حتى مش هنسيبه الاخر زيارة ولكن برضو ربنا بيسر بنصبر وبنحتسب التعب والجهد والشمس على الولاد وكل مشقة الصفر ده في سبيل اللي عز وجل احنا بعدها مندخل الزيارة مندخل تفتيش مندخل تفتيش ذاتي بنسلم البطايا هم مسموح باتنين بس وفي الغالب انا والدته والولاد فبندخل تفتيش ذاتي بنسلم البطاقات بيفتشونا تفتيش ذاتي بعد كده بتدخل الاكل والملابس والحاجات دي على سير وبعدها بتدخل بقى لجنة التفتيش اللي جوه يعني ايه ممكن يدخلو لك حاجتك كلها يكون انسان يعني يكون رحيم او كذا يدخلك حاجتك كلها واحيانا ممكن يزرجينوا على حاجتهم ما بيدخلوهاش ولكن احنا اقلمنا نفسنا ان حاجة لو دخلت بناخد الحاجة معنا بزيادة دخلت على خيرت الله ما دخلتش خلاص احنا كده صبرين ما فيش مشكلة بس احنا بنضمن حتى الاكل اللي احنا طبخينه او عامدينه او الاكل يمويها وهدومه بتدخل واحيان بيدخلو لنا كل حاجة واحيان بيكون فيه تجديد جميل جدا جدا ممكن ما يرضوش اللي هما يقولك الحاجة دي لك يقولك عليها يقلبوا لك الاكل ببعضه واحيانا بيدخل سليم يعني على حسب التعليمات او التشديدات اللي عندهم جوه بعد كده احنا بندخل بتبقى الزيارة عبارة عن سلك ما بيبقاش كده زي مثلا ما كنا في الترحيلات على الاقل بنشوفه بيشوفنا وعارفين هو اخبروا ايه والكلام ده كله لا احنا عبارة عن سلك ومثلا ادهم مرتين للناس اللي هيزوروا اتنين غير الاولاد فطبعا اكنك يعني في دوشة كبيرة جدا بتعاني عبارة ما توصله صوتك وهو بيعاني على ما يوصل لنا صوته ولكن احنا بنقول احنا كده من باب التمقنينة احنا كده منصبر نفسنا احنا كده منتطمن عليه احنا كذا احنا كذا الزيارة بقى من كم زيارة كده قالنا اللي انا هسلم عليكم يعني ايه واخد اذن من المأمور اللي هو هسلم علينا علي سلم لنا والدته والاولاد بعد كده ما اتضح اللي هما طلعوا قالوا ولاده بس ما دخلوش حد خالص غير الولاد ولكن الزيارة دي بعد معاناة ثلاث شهور لباباهم اللي هما ما يشترون وخالد مني بالنسبة له كان في الاول كان بيخاف جدا خاف حد يشخط حد يزعق حد يعمل ولكن هو مع الوقت بدأ اللي هو يعني ايه خلاص يتعود على كده اللي هو رايح مع ماما وتيتا وكل مرة وداخل وكلام من ده بدأ اللي هو يتعود ومننا برضو نفس النظام هي كانت معاناة بالنسبة لهم اللي هما يعودوا وكلموا باباهم الرسالة التي أود يعني أقولها لأخويا الدكتور وليد وكل أخوانا المعتقالين أن نصر الله عز وجل آت وأن هذا الانقلاب إلى زوال وأنه نصر الله تبارك وتعالى سيأتي إلى محالة وآلا إن نصر الله قريب إذا كان هؤلاء يعني يدعون أن الانقلاب قد تمكن فهؤلاء واهمون وأن بثباتكم أيها الأبطال داخل السجون والمعتقلات تثبتون إخوانكم خارج السجون والمعتقلات إذا كنتم تسجنون أيها الأخوة الأحباب داخل السجون والمعتقلات فنحن أيضا نسجن ولكن بدون أسوار وبدون قطبان أوجه رسالتي إلى إخواني وأحبابي أنهم يثبتون في مواقفهم وامتحانتهم وأن هذا الانقلاب أقسم بالله كما يقولون هم ولكننا نقسم بالله تبارك وتعالى ثقة بأن نصر الله عز وجل آت لا محالة وأن هذا الانقلاب كان فاتحة خير علينا وعلى الإخوان وعلى مصر لأنه قد وضح الغفل من السمين وهذه الإبتلاءات يمحص الله بها عز وجل الخيرين من الطالحين ويبين أهل الحق من أهل الباطل وهذه نعمة كبيرة من الله عز وجل لا نقول أنها محنة بل هي منحة من الله تبارك وتعالى بصراحة وليد زوجي نعمة زوج يعني نعمة زوجي فعلا ما شفتش حد في حنانه ولا في حب بيعملني معاملة جيدة يعني أكتر كمان من ممتازة بفضل الله عز وجل ودايم كان فضل ربنا علينا يعني علاقته بأهلي ممتازة جدا بيحبهم جدا وبيحبوا جدا وبيحترموا جدا أما بالنسبة له كأب فعلا برضو نعمة الأب لأنه بيعمل ولاده معاملة حسنة جدا حنون دايما حتى أنا لو شدت عليهم هو اللي يقول لي لا أخدهم بالسياسة وبالراحة وما تزعائش فيهم بلين وبرفق دايما حتى هو نفسه ممكن يقعد يلعب معهم في البيت كده يلغيهم لا يعني تحس اللي فيه جو تاني فعلا يعني هو لما بيبقى موجود في البيت جو تاني فربنا يردهن إلينا ردا جميلا إن شاء الله سالما غانما هو وكل إخوان وكل صحاب وكل المعتقلين سواء إخوان أو غير إخوان يعني نقول رسالة للسيسي والانقلابيين أين أنتم من الله تبارك وتعالى أناسيتم الله أناسيتم قدرته عليكم أناسيتم كيف أهلك فرعون أناسيتم كيف أهلك قارون أناسيتم قد أهلك النمرود كل هؤلاء كانوا فراعين وظلم أين هم الآن أهلكهم الله تبارك وتعالى ونحن ثقتنا بالله تبارك وتعالى فوق كل ثقة وأملنا في الله فوق كل أمل لا نرتبط لا بأشخاص ولا بهيئات ولا بجماعات ولا بدول مهما كبرت أو صغرت ولكننا نرتبط بالله تبارك وتعالى الذي ينصر فالنصر بيده ولا نصر سواه وإن الانقلاب إلى زوال رسالة بوصلها بوصلها لزوجي الدكتور وليد أقول له جمد واسبت اسبت وخليك حديد نصر ربنا إن شاء الله